من ضمن الأسئلة المحيرة جداً والمسائل المحيرة جداً بسبب أن الغيبة بقت في أغلب المجالس والإحصائيات لقلناها من شوية 8-90% من الأعادات بيبقى فيها كلام سلبي على ناس مش موجودة التساؤل ده أعمل إيه بالزبط؟ لو أعدت في قعدة فيها غيبة وجوه التساؤل ده فيه حيرة تانية لو معرفش أقوم مثلاً فأنا هقول لك على خلاصة الموضوع ده عشان أريح بالك وأنا بتصور أن تعلم كيفية التعامل مع مجالس الغيبة أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة يعني لازم تعلم بسبب أن هذه أصبحت بلوة عامة خمس تصرفات تعملهم عشان ما تحترش واحد منهم وحش قوي واربعة نبل وشرف واحترام لو أنت قاعد في قعدة وتكلمه على حد كلام سلبي قدامك التصرف السيء جداً هو الاستماع يعني استماع يعني بسمع وأنا مركز وجوايا شهوة الاستمتاع والفضول بصوا يا جماعة الغيبة ممتعة زي حاجات حرام كتير ممتعة تكلمه على حد بيشتمه فيه بيقوله أسراره أنا قاعد أنا مش هشترك وشتاني بيقول لي أنت ما بتعملش حاجة همه اللي بيتكلمه بس قاعد مدي ودني ودني بيدخل على قلبي كلام في قمة الفضول والمتعب وهنا سيدنا عتبة عمر بن عتبة بن أبي سفيان يقول المستمع شريك القائل شريك معه في الذنب وكان سيدنا الفضيل بن عياض يقول إني أسمع الرجل يقول لا إله إلا الله فأخشى عليه فيها من النار قال وكيف وحب يقول لا إله إلا الله تدخلوا النار قال نعم يغتاب الرجل أمامه فيعجبه ذلك فيقول لا إله إلا الله يشجعه على الغيبة انت تقول لا إله إلا الله بجد فهو يقولك آه والله العظيم فيبقى لا إله إلا الله فيقول بقى سيدنا الفضيل وليس هذا موضع لا إله إلا الله إنما هو موضع اتق الله حتى ينهى فاللحظة دي لحظة استماع ده تصرف وحش أوي أوي وفيه نوع من عدم النبل والشرف على حد كان لسه قاعد بيأكل عيشوا ملح معانا يبقى أول تصرف في الخمسة الاستماع وحش جدا المستمع وشريكه القائل التصرف التاني والتالت تحميهم أو تحميه تحميهم بإيه يا جماعة بلاش كده تحمي الناس اللي بتغتاب بيرتكبوا كبيرة دلوقتي وإحنا ما عندناش كتاب من كتب أهل العلم مكتوب فين الغيبة من الصغائر لأنها حقوق للعباد وفيها إذاء فتقول لهم يا جماعة حرام الرجل كان لسه قاعد معنا ولا الست الغالبانة دي مش عارف زملتنا ولا قريبتنا بلاش كده يا جماعة محدش فين يحب إن حد يغتابه بص ممكن يبقى من جواك كده حاسس إن هم مخنوقين منك بس والله الناس بتحترمك احميهم من نفسهم سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل يغتاب أخيه أن تغيروا عليه يعني قولوا له غير الكلام بقاش كده قالوا نخاف من لسانه رح سن يقول لنا ببطة تخنقناش بقى خليك يعني عادي فرش يعني كده عادي نخاف من لسانه قال ذاك أدنى أن تكونوا شهداء ده مقام وضيع جدا أقل بكتير يعني تم يأذيكوا بلسانه وإن المشكلة يعني يأذيكوا بلسانه أشرف من أنه كنتوا تبقوا في مقام وضيع تستمعوا وتسيبوا يغتاب حد بينكم وبينه عيش وملح فيبقى تاني حاجة تحميهم من نفسهم رقم تلاتة تحمي الشخص اللي بيغتاب ده تحمي الشخص الغالبان اللي مش موجود وتقول يا جماعة الراجل ده راجل كويس أو هو لو بيعمل حاجة مش كويسة يا جماعة ما تسيبهه في حاله وما كلنا عندنا عيوب وترد عن عرضه قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله النار عنه يوم القيامة خلي عنك الشجاعة دي قال الأوام بقى يبقى في الأعداد والعلاقات ناس مش محتارة ومترددة تقطع الغيب على طول يا جماعة ما ينفعش نتكلم على فلان ده فلان ده كان بيننا وبينه عشرة يبقى أنت الاستماع ده وحشة تحميهم بتسكتهم سكتهم تحميه بالرد عنه رقم أربعة صمت إنك تصمت وتبقى منشغل بذكر الله بالذات في الأعداد اللي ما تعرفش تقوم منها قاعد مثلا في قاعدة فيها العيلة ولو تكلمت مش هينفع تتكلم قاعد في شغل مثلا وفي الاجتماع وبدأوا يغتابوا حد فده مش مشهد تقادر فيه إنك إنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر شايف إنه مش مناسب هو يقع عليك أضرار أنت ما تستحملهاش قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وهذا الصمت هو اللي سيدنا النبي أشار ليه في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وقالوا تغيير المنكر بالقلب في الغيبة الصمت عنها إلا لم تستطع إنك تعمل حاجة تاني يبقى ما تحترش استماع حرام تحميهم تحميه تسكت نقص الحاجة الخمسة إنك تقوم 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 شادة كرسيك كده وقايم قاعدين في النادي قاعدين في عيلة تقوم تقف في البلكونة وكل الناس خادل بالها إنك محترم وإنك إنسانة شريفة ما بتحبيش القاعدة يبقى فيها أكل لحمة ميت ولولما قالوا على مشهد القيام ده فهموها من تفسير الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريهتموه فقالوا لو جلست في مجلس ورأيت الناس يأكلون لحم الأموات هتعمل إيه قال لك هؤوم هأعرف وأوم قال لك فأوم لو تقدر تؤوم يبقى تؤوم وربنا قال لك في القرآن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم والعلماء بيقولوا إن من أعظم آيات الله اللي المفروض ما يستهزأش بها الإنسان فتعالوا نتفق إن أي حد محتار ومش عارف يعمليه في أعادات الغيبة المستمع شريك القائل فما تستمعش لأن الجواك شهوة فيها فضولة عايز تسمع احميهم احميه اسكت أو قوم دي الخلاصة اللي أتمنى تريح بال كل حيران ترجمة نانسي قنقر